اشتركوا في القناة احتاجوا مكونات بسيطة جدا بس النتيجة في الاخر هتكون مزهلة لما تجربوه هتقولوا نفس الكلام وكمان هنحتاج في المقادير بتاعتنا نص كيلو بس من الدقيق وهيطلع لنا كماية حلوة او المقادير بتاعتنا نص كيلو من الدقيق كبالة ربع من السكر كبالة ربع من الزيت وبيضة واحدة بس عندي كمان معلقاتين كبار من الحليب البودرة معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر ورشة ملح ومعلقة من الفانيليا علشان تخلي طعمه احلى بكتير وممكن تحط الفانيليا بودرة لو عايزين هتحطه برضو حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا البودرة اول حاجة دلوقتي هعملها هحط الفانيليا على البيض هاخد بقى المقادير دي كلها وهضربها في الخلاط اخدت الزيت والبيض بعد ما حطيت عليه الفانيليا ومعاهم كمان السكر مفيش اسهل من كده بعد ما ضربتهم كويس في الخلاط ده بقى شكلهم كده هتجيب بقى دقيق وهحط عليه الحليب البودرة والبيكنج بودر ورشة الملح وبعد ما قلبتهم هنزل عليهم بالخليط السيل اللي كنت ضربوه في الخلاط بصوا قوامه شبه الكيك بالزبط والاسهل طبعا ان انتو ضربوه في الخلاط وبيدي نتيجة حلوة جدا الخلط في الخلاط في البسكوت ده يعني خصوصا بعد بقى ما حط المكونات السيلة على المكونات الجفة انا مش هاجن دلوقتي انا بس هدخل المقادير كلها في بعضها كده زي ما انتو شايفين يعني هجمع العجينة بعد ما تتجمع معي بقيت بالشكل ده كده مش بتلزق في اليد وفي نفس الوقت نعمة وطرية جدا ممكن ترايحوها شوية في التلاجة لو انتو بتعملوا البسكوت دوت في الصيف لكن طبعا بما اننا في البرد بقى في الشتاء خلاص انا هشتغل في البسكوت على طول بس هحضر طبعا الحشوة بتاعته اللي هي العجوة انا بس عايز اقوار قطع عشان اقول لكم ان هو بتكوار معي بمنتاز سهولة مش محتاج ان هو يريح خالص في التلاجة كمان البسكوت ده حلو جدا لان لو قابلتكم اي مشاكل ممكن تحلوها بمنتاز سهولة وتطلع نفس النتيجة يعني العجينة بتاعتكو دي لو طلعت اسيا معاكم ممكن تضيفه 3 معالي من المياه لحد ما تطرع او 3 معالي من الحليب طيب لو طلعت بتلزق معايا ممكن اضيف معلقة معلقة من الدقيق واجمع البسكوت ده مش بتاعجن خالص اخدت بقى البسكوت بتاعي من جر ما ريحه خالص في التلاجة ويكورتو الحجم الكبير دوت علشان انا بحب الحجم ده بيبقى كده طاري من جوه شوية ومقرمش حاجة بسيطة من بره طب لو انا عايزة البسكوت ده مقرمش خالص هخلي القطعية العجينة بتاعتي دي صغيرة عن كده يعني الكورة دي تبقى أصغر دلوقتي هحضر الحشوة بتاعتي عندي حوالي كيلو الا ربع من البلح المهروس او الطمر اللي هو العجوة ولازم تكون نوعية كويسة وانا متأكدة ان هي تبقى كويسة وانا بقطعها دلوقتي لان احنا طبعا في الشتاء بتبقى العجوة دي متماسكة جدا وبتبقى ناشفة بشكل فضيع يعني فلازم ان انا اقطعها كده علشان لما حط عليها المقادير التانية تطرى معايا وتبقى شبه العجينة كده حطيت عليها معلقة كبيرة من الزبدة وحطيت رشة قرفة لان انا بحب طعم القرفة طبعا في العجوة لو انتوا مش حابين ما تحطهاش بس يبت فرق قوي في الطعم بتدي طعم حلو جدا ممكن تحطوا رشة خفيفة خالص جربوها في الاول وبعد ما هرستها كويسة وبقت قعمها زي العجينة بالضبط اللي انا عملتها بتاعت البسكوت اخدتها وكورتها كده نفس حجم البسكوت اللي انا كورته او اقل حاجة بسيطة كده العجينة عند بقت جهزة وكمان العجوة الحشوة يعني بقت جهزة كده خلاص هبدأ اشكل والشكل ده اختيار برحتكم انا بس هديكم فكرة لكن انتوا ممكن تعملوا اي شكل انتوا حابينه كمان ممكن تتحكموا في الحجم زي ما قلتلكم كل ما بترفعوا البسكوت ده هيطلع معاكم فيه ارمشة كده وطعم حلو او دايب تعايزينه بقى يبقى طارين من جهة زي ما انا بحبه هتخلوا حجمه كبير زي ما انا ببعمل جبت الشوكة وحطت عليها العجينة وفوقيها الكورة بتاعت العجوة وبعد جده قفلت عليها كده ده الشكل وهعملكوا نهاردة وكذا شكل كده علشان تختاروا اللي انتوا حابينه هنقفلها من تحت على العجوة وطبعا العجوة بتبقى باينة كده من الجوانب بيبقى شكل حلو جدا وما بيحصل لاش اي حاجة في الفرن هكون محط دراسات جنبي وهحط عليه البسكوت وكمان ممكن تشغلوا الفرن من دلوقتي لان احنا مش هنحتاج ان البسكوت ده رايح ولا اي حاجة خلص هتحطوه في الفرن على طول بعد ما بتخلصوا عملت شكل تاني بالشوكة برضو علشان اقول لكم الحطوط دي بقى بتبقى شكل حلو جدا بعد ما البسكوت بتاعنا هيستوي اخدت البسكوت اللي انا عملته وزي ما انتوا شايفين حبيت اوريكم الصاج دي هيصاج الومونيوم ومش بتهون اي حاجة خالص ومفهوش ورق زبدة فاحنا مش محتاجين ان احنا نحط اي حاجة في الصاج حجم العجوة اللي انا عمليه حجم حلو كبير لاني بحب العجوة تبقى كتير جوة البسكوتة وبيبقى طعمها حلو جدا طبعا العجوة انتوا عارفين ان الطمر عمتا مفيد جدا لولادنا في اي وقت مش شرط وقت الامتحانات لا هو مفيد قوي فعلا وبيعالج الانيمي عندهم وعند الكبار كمية يعني هو بجد صحي ومغزي وفوايده كتير جدا عملت الشكل تاني حشيتها بالعجوة وعملت عليها كده خطوط من الشوكة زي البسكوت العجوة العادي اللي انتوا بتشترونه من بره بجد طعمه احلى بكتير مليون مرة من اللي حتى بنشتريه بيبقى فيه نسبة طروة كده بسيطة من جوة وطعمه حلو دايب جدا وما كلفناش يعني ما حطناش زبدة ما حطناش سمنة يعني ما حطناش اي مكونات مكلفة خالص سواء بتعمل بالزيت وبيدي نتيجة مزهلة كمان ما تعبناش خالص ولا فيه اي مجهود في عماية البسكوت ده لان احنا خلطنا المكونات استهيلة في الخلاط فبتدي نتيجة حلوة جدا حتى لو خلطوها بالمضرب اللي هو اليدوي هتدي نفس النتيجة شكلوا بقى برحتكم اعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها ويحطوها في الصاج وعلى طول على الفرد ممكن بها تستعمله في التشكيل بتاعه اي حاجة زي المصفة اللي انا عملتها اللي عملت بها خطوط على البسكوت كده مربعات وخطوط من الجوانب رسيتهم كلهم في الصاج وهدخلهم على الرافل في النص على درجة حرارة 160 ما بياخدش وقت خالص بياخد تقريبا 12 دقيقة اهم حاجة اختبروا النظر في السوا يعني لو اخد لون دهبي من تحت كده خلاص شغالوا عليه من فوق لمدة دقيقة الحد ما ياخد لون دهبي من فوق ده شكل بعد ما طلع وبيرد بيطلع لكم كمية حلوة جدا من نص كيلو دقيق بس مكونات بسيطة وبيضة واحدة ما في زبدة حقيقي مش مكلف خالص والنتيجة هتعجبكم اكيد انا متؤكد ان انتوا لما تجربوا البسكوت ده هتعملوا على طول خصوصا ان طعمه هيعجب الاولاد جدا بس ياريت تتابعوا نفس الخطوات ونفس المقادير بصو بقى شده شكله من جوا شكله حلو كمية العجوة كمية حلوة هوريكو دلوقتي واحدة لما قصرها معيكو هيبقى قوامها عامل ازاي دايبة دايبة دوابين زي ما انتوا شايفين كده واخد لون دهبي من تحت كده واخد لون خفيف من فوق هكسر معاكو واحدة تانية بصوا قوامها وشكلها حلو وهتعجب الاولاد اكيد انساء الله هنجب مقا علبة محكمة الغلق ونحط فيها البسكوت بتاعنا ده وبتحافظ برا التلاجة في اي مكان كده في المطبخ يارب الوصفة النهاردة كونه عجبتكم وانتظرون الفيديو جديد ومع السلامة